كعادتها في المراوقة واستغلال التواطئ الأممية تواصل ميليشة الحوثي انتهاكاتها للهدنة الإنسانية والتنصل عن بنودها وأكثر من ذلك تستمر في انتهاك كل قيم الإنسانية من خلال رفضها الصريح فتح الممرات والمعابر أمام المواطنين وتسهيل مرور البضائع التجارية كما هو الحال في منفذ حيسى الجراحي جنوب الحديدة لكن في المقابل لا تتوانى عن فتح أي طرق أو منافذ تجارية تستطيع استغلالها لمضاعفة أرصدة قياداتها من خلال الضرائب التي تفرضها على حركة التجار والناقلات التجارية ترفض الميليشة فتح طريق حيس في الحديدة وتهرول لفتح الميناء وتفعيل الحركة التجارية فيه ضاربة بكل الاتفاقات والبنود الأممية عرض الحائط مطمئنة إلى الموقف الدولي المتساهل والمتراخي وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي طالب مؤخرا بعثة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق الحديدة بفتح الممر الإنساني الرابطي بين مديريتي حيس والجراحية الذي فتحته القوات المشتركة من جانب واحد فيما ترفض ميليشة الحوثي فتحه لتسهيل حركة المسافرين والمواد الغذائية والمساعدات الإغاثية مطالبة القديمي جاءت خلال استقباله نائبة رئيس البعضة الأممية لدعم اتفاق الحديدة فيفيان فان ديبيري التي زارت المناطق المحررة وعاينت المناطق المتضررة من هجمات الميليشيا واستمعت لشهادات الضحايا ديبيري تعهدت أنها ستنقل هذه المعاناة لمجلس الأمن الدولي لتذكر العالم بالظروف التي يعيشها أهالي المناطق المحررة غير أن موقفا لن يصدر عن مجلس الأمن ولن يحرك ساكنا كعادته أو هكذا يتوقع أبناء الحديدة ومع استمرار ميليشيا الحوثي رفضها لفتح طريق إنساني تزداد معاناة الأهالي في الحديدة ومعها تزداد الكلفة البشرية من الأبرياء الذين يذهبون كل يوم ضحايا لألغام الميليشيا وانتهاكاتها دون منقذ أو سند ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر